اشتركوا في القناة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالفر بذات الدين وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا من تزوج بامرأة فقد أحرز سلثي دينه فليتق الله في السلث الباقي أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك وأنكحتك بنتي سفورة أربع جنيحات من الذهب قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المحر المذكور وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته